موسيقى السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا موسيقى القوى الغربية وإيران يتحدثان عن قرب التوصل لاتفاق في محادثات فيينا النووية موسيقى حلف الأطلسي يخطط لنشر قوات إضافية وصواريخة في شرق أوروبا ويكذب رواية روسيا بسحب قوتها موسيقى أخبار السابعة من النيل مرحبا بحضراتكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لقاءات مكثفة في العاصمة البلجيكية بروكسل التي يزورها لحضور قمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وأشاد السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا خلال الفترة الماضية استقبل الملك لويس فليب ملك بلجيكا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الملكي ببروكسل وقد رحب الملك فليب بالسيد الرئيس خلال زيارته الأولى لبلجيكا مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شارلي ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الهمورية بأن سيد ميشيل رحب بزيارة التاريخية الأولى لسيد الرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر ومؤكدا في هذا الصدق اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعيدات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دوليا وإقليميا واختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بلقاء مع كبرى شركة البلجيكية تناول اللقاء عرض فرص زيادة الاستثمار في مصر والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والتشرعي بما يحقق المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي في مصر وفي تصريح خاص لقناة النيل الأخبار عقب لقائه بالرئيس السيسي ضمن وفد أعضاء تحالف الشركات البلجيكية أكد لوك فندمباك رئيس شركة ديمي لأعمال التكريك أن لقاء تناول خطط الشركة في مصر لزيادة إنتاج الهايدروجين الأخضر كان لقاء خاصا ومميزا نحن كشركة نتواجد في مصر منذ أكثر من عشرين عاما ونعمل في مجال البحرية ونسعى حاليا لتوسيع نشاطنا في مجال الهايدروجين الأخضر فنحن نؤمن بشدة أن نصنع المستقبل وكنا نستعرض أيضا مع الرئيس السيسي خطتنا في مصر في هذا المجال الفترة القادمة وأوضح فندمباك أن الهايدروجين الأخضر صديق للبيئة ويسهل شحنه وتصديره الهايدروجين الأخضر صديق للبيئة لا تخرج عنهم بعثات القربون وهذه من مميزاته ونعتمد أيضا على الهواء والطاقة الشمسية ويمكن شحن الهايدروجين الأخضر من دول مثل مصر وغيرها في القارة الأوروبية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعافية الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أعلنت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المال الحالي بلغت أكثر من ثمانية في المائة وأن التوقعات تشير إلى أن متوسط النمو بنهاية العام المال الجاري ستتجاوز الستة في المائة إن شاء الله وبإذن الله الاقتصاد المصري مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام إن شاء الله أن نسبة النمو ستتجاوز الستة في المائة احنا كنا بنتكلم على نسبة في حدود الخمسة ونصف ولكن احنا توقعاتنا ان شاء الله مع الربع التالت والرابع ممكن ان يبقى الاقتصاد المصري حيكون يتجاوز الستة في المية وده كرقم طبعا يعتبر من اعلى المعدلات النمو على مستوى العالم كل القطاعات الحمد لله بتحقق معدلات نمو موجب مفيش قطاع حقق اي معدلات نمو سالبة او معدلات حتى منخفضة عندي طبعا مجموعة من قطاعات الرائدة قطاع الاتصالات قناة السويس محقق 13% الصناعة محقق 10% معدلات نمو طبعا قطاع السياحة جميع قطاعات نقل وتخزين تجارة انشطة عقرية جميع قطاعات محقق معدلات نمو موجبة في الربع التاني من هذا العام واكد مدبولي ان الدولة عملت بقوة لمواجهة موجة التضخم العالمية وانعكاساتها الداخلية وتوفير كافة السلع بالاسواق عبر انفاق مئات المليارات في استصلاح اراضي زراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية والاستراتيجية مشددا على مواجهة ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية بقوة الدولة النهاردة في المشروعات القومية الضخمة جدا اللي احنا بنشتغل فيها في بالزات قطاعات الزراعة والامن الغذائي والصناعة كل هدفنا ونصب عينينا ازاي نصل الى اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي النهاردة مشروعات القومية مشروعات الاستصلاح الضخمة اللي الدولة المصرية النهاردة بتعملها سواء في توشكة شرق العوينات الصعيد في الصحراء الغربية الدلتة الجديدة منطقة سينة احنا بنتكلم على اضافة مساحات كبيرة جدا ان شاء الله باذن الله في خلال فترة سنتين او ثلاثة على الاكثر من النهاردة هتكون دخلنا حجم اراضي للرقع الزراعية كل هدفنا ده كله ايه ان انا ابقى كدولة عندي قدرة وقدرة على المقاومة والصمود ضد اي متغيرات عالمية بر وطمأنا رئيس الوزراء المواطنين بخصوص احتياطي القمح خاصة بعد الازمة الروسية الاوكرانية استورد قدقين نهاردة قمح والنهاردة مستهدفتي من المشروعات القومية للدولة النهاردة بنخلصها وبنسرع وسيادة الريس دايما ويعني بيقول اذا كان الوقت بياخد كذا سنة عايزين نختصر ولنص هذه المدة هدفنا ايه ان انا عايز اقمن بقدر الامكان هذه السلعة ما بقاش تحت رحمة وطئة اي اضطرابات عالمية كل ما حابقى نسبة استراضي تقل كل ما حيبقى انا عندي امان اكثر واكثر واكثر واكد مدبولي على ان الدين الخارجي الى الناتج الاجمالي ما زال في الحدود الامنة مشيرا الى انخفاض الدين مع استمرار النمو الاقتصادي رغم جائحة كورونا العالمية وما صحب من انكماش اقتصادي لكن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو كبير يتوقع ان يبلغ 9% في النصف الاول من هذا العام مقارنة باقل من 2% العام الماضي عن نفس الفترة من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة هشام حامد النيل اعلنت وزارة الدفاع السورية ان الجيش الاسرائيلي استهدف الليلة الماضية بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ ارض عرض اطلقها من الجولان المحتل مما تسبب في بعض الخسائر المادية اعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وايران ان المفاوضين في محادثات فين النووية اقتربوا من التوصل الاتفاق الكرة الان اصبحت في ملعب تهران بشأن توصل الاتفاق بشأن برنامجها نووية هذا ما تؤكد عليه القوى الغربية لكن ايران تصر على انه اتفاق كامل او لا اتفاق وزير الخارجية الفرنسي جانيف لدريا قال انه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن احياء الاتفاق نووية بين ايران والقوى العالمية سوى ايام لكن الامر الان بيد تهران لاتخاذ القرار السياسي وامام البرلمان قال وزير الخارجية الفرنسي ان القوى الغربية وروسيا والصين متفقة على الخطوط العريضة للاتفاق وقالت رئيسة الفرنسية ان رئيس ايمانويل مكرا ونظره الصيني اتفق على ضرورة تكتيف جهدهما المشتركة لتوصل الاتفاق نووي مع ايران اما الخارجية الامريكية وعلى لسان المتحدث باسمها نيد برايس قال ان الولايات المتحدة في خضم المراحل النهائية من المحادثات غير المباشرة مع ايران التي تستهدف انقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحد من انشطة تهران النووية وفي تهران قال كبير المفاوضين الايرانيين علي بقري انه بعد اسابيع من المحادثات المكتفة ان المتفاوضين باتوا اقرب من اي وقت مضى للتوصل الاتفاق ولكنه اضاف ان الاتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة بشأن احياء الاتفاق نووي الاسبوع الماضي بعد توقف دام عشرة ايام وقام مسؤولون من الاطراف الاخرى في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وارسيا بتحركات مكوكية بين الجانبين في مسعى لسد الفجوات وبدأ الاتفاق يتداع عام 2018 عندما انسحب منه الرئيس الامريكي انذاك دونالد ترامب واعد فرض عقوبات صارمة على ايران التي بدأت بعد ذلك في انتهيك القيود المفروضة على انشطتها لتخصيب اليورانيوم اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانزي ستولتنبرغ الا اشارات الى خفض التصعيد حتى الان على الحدود الاوكرانية قائلا ان روسيا تستمر في حشد قوات قرب اوكرانيا رغم اعلانها انها تسحب جنودا من الحدود وزراء الدفاع ناقشوا للتوينش الروسيا المستمر لقواتها داخل وحول اوكرانيا لقد كان نقاشا مكثفا لأكبر ازمة امنية خطيرة تشهدها اوروبا منذ عقود الحلفاء يرحبون بكل الجهود الدبلوماسية وهناك اشارات من موسكو تبين ان الطرق الدبلوماسية يجب ان تستمر ولكن حتى اللحظة لم نرى اي اشارة لخفض التصعيد من الجانب الروسي على الارض لم نرى انسحابات لأي جنود او معدات عسكرية هذا قد يتغير بالطبع ولكن ما نراه اليوم ان روسيا تبقي على قوات ضخمة جاهزة لتنفيذ الهجوم في سياق متصل يخطط حلف الشمال الاطلسي لنشر قوات اضافية وصواريخ في شرق اوروبا وقد كذب رواية روسيا بسحب قواتها من على الحدود الاوكرانية في ظل التوترات المتصاعدة مع روسيا وفي اطار نشر قوات لتعزيز الجانب الشرقي لحلف شمال الاطلسي نيتو وصل المئات من المظليين بشكل مؤقت في بولندا التي استقبلت مؤخرا قوات من الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا ما يرفع عدد القوات الامريكية المتمركزة في بولندا الى حوالي عشرة الاف عنصر الامين العام لحلف النيتو ينسي ستولتنبرج شدد على ان الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي محذرا من ان تهديد روسي بات الوضع الطبيعي الجديد في اوروبا واوضح الستولتنبرج عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول العضاء بالحلف ان الوزراء قرروا تطوير خيارات لتعزيز قدرات الحلف للدفاع والرضع بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للنيتو في وسط اوروبا وجنوب شرقها ومع ذلك ترك ستولتنبرج الباب مفتوحا امام الدبلوماسية والحوار وعلى غرار امريكا في بولندا اعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس ان بريطانيا ستضاعف حجم قواتها في السونيا وسترسل دبابات ومركبات قتالية مضرعة الى جمهورية البلطيق الصغيرة المتاخمة لروسيا ضمن خطة انتشار حلف الاطلسي يأتي ذلك في الوقت الذي اكدت فيه واشنطن وباريس والنيتو ان موسكو لا تزال تحشد قواتها حول اوكرانيا وان الوضع لم يتغير على الحدود واكد وزير دفاع اوكرانيا ان احدث تقرير لبلاده لم يظهر اي اشارة على انسحاب روسي مشيرا الى ان القوات الروسية المحتشدة تبلغ حوالي 140 الف وردا على تقارير بان روسيا ستغزو البلاد يوم الاربعة اعتبره الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي عطلة وطنية واجرت البلاد تدريبات عسكرية قبرى ونظمت فعاليات للتعبير عن الوحدة الوطنية تلبية لدعوة الرئيس الاوكراني مع رفع الاعلام في شوارع كييف من قبل السلطات وسكان العاصمة قال مواطنون موالون لروسيا في اقليم لوجانسك شرقية اوكرانيا ان القوات الحكومية قصفت مواقعهم بالمدفعية في مواجهة روايات غربية مشككة للتحركات الروسية على الارض اكدت موسكو انها تقوم بسحب قواتها المتمركزة قرب الحدود مع اوكرانيا وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تنسحب بعد تدريب الجنوبية والغربية بالقرب من اوكرانيا وهو جزء من تعزيزات عسكرية ضخمة ترافقت مع مطالب بضمانات امنية واسعة نطاق من الغرب ونشرت الوزارة مقطعا مصورا قالت انه يظهر دبابات ومركبات نقل افراد ووحدات مدفعية تغادر شبه جزيرة القرم التي انتزعت موسكو السيطرة عليها من اوكرانيا في عام 2014 كما نشرت الوزارة صورا لتواصل تدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروس حيث اظهرت دبابات تجري مناورات وتقوم بصد هجوم افتراضي للعدو وقال سفير موسكو في ايرلندا ان القوات في غرب روسيا ستعود الى مواقعها المعتادة في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اسابيع وردا على تصريحات الرئيس الامريكي بشأن منح دبلوماسية الفرصة لنزع فتيل الازمة اعتبر ناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اشارة جو بايدن استعداده لبدء مفاوضات جدية امرا ايجابيا وان اعتبرها صعبة للغاية وشدد على ضرورة ان تؤدي هذه المحادثات الى اعادة بناء هندسة الامن الاوروبي المنبثق عن الحرب الباردة وتطالب روسيا بانهاء سياسة التوسع التي ينتهجها حلف الاطلسي والتزامه بعدم نشر اسلحة هجومية على مقربة من الاراضي الروسية وسحب معداته من دول اوروبا شرقية كما نفى بيسكوف اي علاقة لروسيا باي هجمات معلوماتية من اي نوع كان في اشارة الى تعارض وزارة دفاع الاوكرانية لاختراق الالكتروني في اسوأ هجوم من نوعه تشهده اوكرانيا وفي موازاة الانسحاب الجزئي للقوات الروسية فتحت موسكو جبهة جديدة مع تصويت البرلمان الروسي على وثيقة تطالب من رئيس فيلاديمير بوتين لاعتراف باستقلال الاراضي الانفصالية في اوكرانيا اعلنت ازارة صحة والسكان تسجيل الفين ومئة اصابة بفيروس كورونا واربع وخمسين حالة وفاة في مصر امس الاربعاء وقالت ان اجمالية المصابين ارتفع الى اربعمائة وواحد وستين الفا ومائتين وتسعة وتسعين من ضمنهم ثلاثمائة وثلاثة وتسعون الفا ومائتين واربع وخمسين حالة تم شفاؤها وثلاثة وعشرون الفا وخمسمائة وتسع عشرة حالة وفاة قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الابيض انتوني فاوتشي ان الوقت حان كي تبدأ الولايات المتحدة في العودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية على الرغم من استمرار المخاطر المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لا يوجد حل مثالي لهذه الازمة بعض المناطق في الولايات المتحدة ضاقت ذرعا بكوفيد 19 وتريد العودة لحياتها الطبيعية بطريقة او باخرى ولعل هؤلاء لا يريدون التضحية بكل شيء بل عليهم ان يستعيدوا حياتهم الطبيعية تدريجيا وربما يطرحون السؤال الذي لا اجد له اجابة كيف نوازن بين الامرين اي ان لا نتشدد في القيود وان لا نعرض الناس لخطر انتشار العدوى والناس يتناقشون في هذه المسألة ليلة نهار ولا ادعي انني امتلك الاجابة الصحيحة عن هذا السؤال قال ستيفن بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الامريكية مودرن انه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بمتحور اوميكرون جاهزا بحلول اغسطس المقبل واضح بانسيل ان الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما اذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية افضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي اتفق المستشار الالماني اوليف شولتس مع زعماء الولايات الاتحادية على تخفيف قيود فيروس كورونا مطلع الربيع لكنه شدد على ان الجائحة لم تنتهي بعد مع تحركات مشابهة في النمسا وسويسرا المجاورتين لالغاء معظم قيود الجائحة اعلنت السلطات الالمانية رفع معظم قيود وباء كورونا اعتبارا من ال 20 من مارس المقبل وتبنى المستشار الالماني اوليف شولتس وحكام الولايات المتحدة 16 في البلاد خطة من ثلاث قطوات بينما اظهرت الاحصائيات الرسمية تراجع اصابات كورونا الكثير من المواطنين الالمان يشعرون بنفس ما اشعر به الان فبعد سنتين كاملين طوال نحن نستحق ان تتحسن الظروف مرة اخرى ويبدو لي ان هذا ما يحدث امامنا الان شولتس ذكر ايضا ان التفاؤل بشأن وضع كوفيد 19 لا يعني ان الجائحة انتهت حيث لا يزال من الممكن توقع ان يسود الوضع في الخريفة والشتاء او تظهر سلالات جديدة الوباء لم ينتهي بعد اعداد الاصابات لا تزال مرتفعة وما نستطيع رؤيته الان هو ان اعداد الاصابات بكورونا سوف تنخفض على ما يبدو ويبدو تخفيف القيود باللغاء قواعد التي تمنع دخول المتاجر غير الضرورية دون اثبات الحصول على اللقاح او التعافي من كورونا فضلا على الغاء القيود على التجمعات الخاصة للحاصلين على اللقاح وبدءا من الرابع من شهر مارس المقبل ستخفف شروط دخول المطاعم والحانات سيتم الاكتفاء باظهار فحص سلبي بدلا من وجود اثبات اللقاح او التعافي بالاضافة لفحص او الحصول على جرعة تعزيزية ووفقا للقرار ستلغى كل قيود الحماية على نطاق واسع بحلول العشرين من مارس المقبل اذا سمح الوضع في المستشفيات كما سيلغى ايضا فرض العمل في المنزل لكن شولتس اكد استمرار فرض وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ان استخدام القوة ضد سائقية شاحنات المتظاهرين احتجاجا على تدابير كورونا ليس قرارا يتخذه هو بل هو قرار الشرطة تجنبا لوقوعهم تحت طائلة الاعتقال وفرض غرامات ومصادرة شاحناتهم حذرت الشرطة الكندية المتظاهرين المعارضين لتدابير مكافحة جائحة كورونا الذين يشلون الحركة في اتاوى منذ قرابة ثلاثة اسابيع بوجوب اخلاء الشوارع وقال شرطة اتاوى في مذكرة تم توزعها على الشاحنات الواقفة امام البرلمان انه يتعين على سائق الشاحنات مغادرة منطقة على الفور مضيفة ان كل من يسد طريقا او يساعد اخرين في ذلك سيتم اعتقاله وتوجيه اتهامات له الشرطة الكندية حذرت ايضا من ان كل من يتهم او يدان بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية قد يحذر من سفر للولايات المتحدة اضافة الى فرض عقوبات جنائية عليه واثناء توزيع المذكرات التحذيرية شهد سائق عشرات شاحنات يواصلون اعتصامهم في شوارع بمنطقة البرلمان مطلقين ابواق الشاحنات من وقت الى اخر رغم تمديد اوامر قضائية بمنع الاصوات المرتفعة بعد طلب من احد الاهال الغاضبين ايزاء شل الحركة واذاء عدم قدرة على ازاحة المتظاهرين فعلى رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو قانون تدابير الطوارئ الذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة واسعة لوضع حد لاسابيع من الاحتجاجات المعارضة لقيود كورونا وهي المرة الثانية فقط في تاريخ كندا التي يتم فيها تفعيل تلك الاجراءات في وقت السلم وقال ترودو في مؤتمر صحفي انه مع حصول الشرطة الان على مساعدة من وحدات اخرى من قوات تطبيق القانون ستكون الان قادرة على المباشرة في تحرقها مؤكدا في الوقت ذاته ان الوقت قد حان لوضع حد للامر وبدأ تحرق الشاحنات مع احتجاج سائقين على فرض التلقيح الالزمي ضد كورونا كشرط لعبور الحدود الامريكية لكن المطالب تزايدت لتشمل الغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة الجائحة وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة اوسع للمؤسسات اجتمع الرئيس الفرنسي مانويل مكرون في الاليزي امس مع ما يسمى رؤساء الدول الشريكة في العمليات العسكرية ضمن اطار مكافحة الارهاب في منطقة الساحل وذلك لبحث الانسحاب العسكري من مالي بضغط من المجلس العسكري الحاكم في باماكو وسط ازمة حد بين باريس وباماكو على خلفية تولي الجيش الحكم في مالي اجتمع رئيس الفرنسي امانويل مكرون في باريس مع عدد من المسؤولين الافارقة والاوروبيين وذلك قبل الاعلان عن انسحاب فرنسي من مالي بعد تسع سنوات من التدخل العسكري هناك الاجتماع الذي عقد عشية قمة الاتحاد الاوروبي والافريقي في بروكسل يصادق على انسحاب القوات الفرنسية والاوروبية من مالي واعادة انتشارها في غرب افريقيا لمواصلة حملة مكافحة الارهاب في منطقة الساحل وبحسب مصدر فرنسي فان فرنسا وعدت بتنصيق انسحابها مع بعثة الامم المتحدة وبعثة التدريب التبع للاتحاد الاوروبي في مالي لكن هذا الانسحاب يطرح تساؤلا حول مستقبل بعثة الامم المتحدة البالغ عددها نحو 15 الف عنصر وانشأت عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي والانسحاب للتراري لفرنسا وشركائها الاوروبيين يمثلوا نكسة كبرى لا سيما ان مالي لا تزال غارقة في ازمة امنية خطيرة امتدت الى دول مجاورة لكن المجلس العسكري الحاكم في باماكو يرفض الوجود العسكري الغربي على اراضيه وتطمح باريس لعرض خدماتها على دول اخرى غرب افريقيا مثل كودي ديفوار وسنغال وبنين لمساعدتها فيما يبدو على التصدي لانتشار الحركة الارهابية في خليج غينيا ومنذ العام 2013 قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل بينهم 48 جنديا في مالي حيث ينتشر 2400 جندي في اطار عملية مكافحة الارهابيين المعروفة بابارا خان وذلك ضمن 25000 جندي اوروبية حاليا في منطقة الساحل قال مسؤولون ان 94 شخصا لقوا حتفهم اثر هطول امطار غزيرة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جينيرو البرازيلية وصفت هذه الموجة من التقس السيء بانها اسوأ هطول الامطار منذ عام 1932 تتعرض له البلاد فعلى اثر هطول امطار غزيرة على مدينة بيتروبوليس التاريخية الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جينيرو البرازيلية لقيا العشرات وحتفهم جرى انهيرات طنية طمرت المنازل وسيولن غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات فرق الانقاذ تقول ان هناك عدد من المفقودين بعد ان تجوزت كمية الامطار التي هطلت الثلاثاء فقط التوقعات لشهر فبراير باكماله عشرة المنازل تعرضت لانهيرات الارضية في مورودا اوفيسينا احد اكثر الاماكن خطورة في الوقت الحالي وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عرض القتلى ويعمل في الموقع عدد من فرق الاطفاء والدفاع المدني المحلية في محاولة لتدارك الاثار الناجمة عنه طول الامطار الغزيرة حاكم ريودي جانيرو كلاوديو كاسترو قال ان الوضع يشبه ساحة حرب تقريبا واعلن مجلس المدينة الحدادة لثلاثة ايام وتم نقل نازحين الى المدارس واماكن ايواء اخرى في حين طرى مئات السكان الى مغادرة منازلهم وقال الرئيس البرازيلي جاير بولثونارو اثناء زياراته لروسيا انه طلب من الحكومة تقديم المساعدة للمدينة والمتضررين اخبار السابعة متواصلة معكم من النيل ونتابع فيها بعد هذا الفاصل شاب النصري يخترع كرسيا متحركا يعمل باشارات المخ لمرضى الشلل الربعي جنيها للجرام الواحد كما سجل عيار 18 مبلغ 696 جنيها للجرام اما عيار 24 فسجل 927 جنيها للجرام وسجل الجنيه الذهب 6496 جنيها وفقا لتعاملات امس وفي اسواق العملات الاجنبية استقر سعر صرف الدولار عند 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و77 قرشا للبيع وسجل اليورو 17 جنيها و96 قرشا للبيع وفقا لسعر الصرف في البنك المركزي الى البرصة المصرية التي تباينت مؤشراتها عند اغلاق التعاملات امس وبلغ رأس المال السقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 729 مليار جنيه فاصل 2 من 10 بعد تداولات بلغت نحو 3 مليارات جنيه فاصل 8 من 10 وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.4 من 100 بالمئة وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.6 من 100 بالمئة قال وزير السياحة الدكتور خالد العناني ان استراتيجية الوزارة في 2019 نجحت في انتشال القطاع السياحي من الضربات القاسية التي تعرض لها منذ 2011 تحت عنوان مستقبل السياحة في مصر عقد مجلس الاعمال المصري الكندي ندوة لتسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة السياحة للنهوض بالقطاع السياحية ليه هنفتح السياحة المصرية؟ احنا مستعجل ناشي ليه؟ عشان فيه اكتر من مليون اسرة عايشين من السياحة عشان ما كانش عينفع نستمر اكتر من كده وعشان العالم بدأ يفتح فلو العالم بدأ يفتح في اماكن مغلقة وفي مدن وانا بفتح في شرم الشيخ والغرداء ومرسى عالم انا مش شايف ابدا اي خطورة ان نفتح عندنا وكان قررنا وفتحنا فتحنا بالتدريج جدا الاسرار والتصميم اقوى هذه المقولة كانت هي شعار ونهج وزارة السياحة والفتر الماضية وخاصة ان الدولة لم تتوقف عن مساندة ودعم هذا القطاع في مواجهة كل هذه الازمات والتحديات الطاحنة التي كادت ان تعصف به تطرقت الندوة الى الخطوات التي قامت بها الدولة بشأن التنمية السياحية خاصة القطار الكهربائية الذي سيكون الرابط بين مقاصد مصر السياحية واحنا بالنسبة لنا في القطاع العقاري لا احنا ماشيين مع الخريطة بتاعت الاستثمار بتاعت الدولة يعني احنا شايفين ان هم متجهين بيركزوا على الاماكن معينة موجود فيها القطاع السياحي زي مدينة الغرداءة زي العين السخنة مدينة الجلالة مدينة العالمين فاحنا ماشيين برضو في الاتجاه ده مع الاستثمارات في المناطق دي حابة اشكر طبعا سيادة الوزيرة على المجهود الكبير جدا جدا لانه قدر ان هو يدمج الوزارات كلها معايا في تنصيق بين وزارة السياحة والاثار وبين الوزارة الصحة وجميع الوزارات المنوطة في هذه الفترة بتأثير كوفيد ناينتي كما تناولت الندوة الاجراءات الاحترازية التي شددت عليها الوزارة لحماية السائحين فضلا عن الافتتاحات الاثرية التي كانت عاملا مؤثرا في الترويج السياحي لمصر من 2011 الى 2018 تعرض قطاع السياحة لضربات قاسية الى ان جاءت الوزارة في 2019 باستراتيجية جديدة كانت هي المنقذة وجعلت مصر من المقاصد السياحية الامنة محمد الخطيب انيل اسدل الستار على مؤتمر ومعرض ايجيبس الدولي الخامس للبترول الذي شهد مشاركة دولية واسعة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس ايجيبس قام المهندس طارق الملة وزير البترولي والثروة المعدنية بتفقد اجنحة المعرض حيث استمع الوزير الى شرح من المسؤولين عن شركات البترول والغاز العالمية المشاركة في المؤتمر والمعرض والذين اعربوا عن سعادتهم بمؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول ايجيبس الذي يعد فرصة لتبادل الاراء والمعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي مشهدين في الوقت ذاته بالمناخ الاستثماري الجاذب في مصر وما تمتلكه من مقاومات وقدرات هائلة في مجال البترول والغاز مشهدين الى ان قضاع البترول المصري شهد خلال السبع سنوات الماضية جهودا كبيرة لتعظيم دوريه المحوري في تأمين امدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والانتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات الاقتصاد الى الامام وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية باعتبار ان البترول والغاز محرك اساسي للنمو الاقتصادية مكانة مصر في هذا القطاع مكانة لها وزن ولا سيامة طبعا في شرق المتوسط وده بيعكسه النهاردة وجود هذه الكوكبة من الوزراء ورؤساء الشركات الدوليين نشوفنا كمان انه بسبب انه احنا لنا وضع يعني محواري في المنطقة ووزن اقليمي انه كمان احنا مع استضافة كاب 27 بنمثل القارة الافريقية ايضا وبالتالي ايضا ده اخد جزء كبير من الحلقات النقاشية والحديث عن خططنا وخطط افريقيا في كابتو انتسابا اللي هتستضيفه شرم الشيخ في مصر ان شاء الله في شهر نوفمبر القادم شركات البترول العالمية اعربت عن سعادتها بالمناخ الجاذب للاستثمار في مصر مشيدين في نفس الوقت بخطط العمل التي ينفذها قضاع البترول والتي جعلت مصر محطة انظار العالم سعادتها بالوجود وسعادتها جدا بكم الحضور على الاعلى مستوى من الشركات كلها الشركات دي كلها اجتمعت احنا شايفين كمان ان في مجموعة من الاتفايات تم توقعها مع الوزارة سعادتها جدا بمحادثات اللي حصرت ما بيننا ومبين الوزارة البترول والشركات الحياة العامة لبترول وشير فياز لانها بتأسس للمجهود والاستثمارات اللي جاية في الفترة جاية ان شاء الله بمشاركة دولية ومحلية اوزل السطار على مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبس والذي اشاد تزايدا واضحا من قبل المشاركين والجمهور بما يعكس مكانة مصر المتميزة على خريط صناعة البترول اقليميا ودوليا احمد ابو علم النيل اخترع شاب النصري كرسيا متحركا يعمل باشارات المخ وذلك لمرضى الشلل الرباعي نتابع يتحرك الكرسي لليمين واليسار ولأعلى وأسفل بأوامر يتلقها في صورة اشارات وموجة من المخ انه ابتكر توصل اليه باحث مصري على امل مساعدة دول احتياجات الخاصة في شؤون حياتهم اليومية يضع عبد الرحمن عمران وحدة رأس متصلة بالكرسي المتحرك ويمكنه ببساطة تحريك رأسه في الاتجاه الذي يرغب فيه فيما يستطيع الكرسي دوران 360 درجة كان البحث الشاب البلغ من العمر 24 عاما الذي اصيب بشلل رباعي في سن صغيرة مسكونا بالرغبة في اختراع جهاز يمكن ان يساعد العجزين عن المشي او تحريك اطرافهم في مشكلة كبيرة بتواجه مرضى شلل رباعي وهي انهم غير قادرين على تحريك اطرافهم وبالتالي هم مش قادرين ان هم يستخدموا الكرسي الكهربائية اللي هي موجودة في السوج اللي هي بيتم التحكم فيها عن طريق الجويستيك وعصائة التحكم ففكرة المشروع ان احنا نمكن مرضى شلل رباعي ان هم يستخدموا الكرسي دي عن طريق حركة الرأس او اشارات الرأس ده يسهل لهم ان هم يتحكموا في الكرسي الكهربائية ويتحركوا بدون حاجة من مساعدة حد وجد الباحث الشاب مشروعه الذي بدأ العمل عليه في عام 2015 من يتبنه اذ ساعدته الهيئة العربية للتصنيع على تطويره وتجهيزه للانتاج بالجملة حيث ستشمل خطط الطرح الاولية السوق المصرية على ان تعقبها خطة تسويقية لتصديره الى الخارج النهاردة تقريبا بنعلن ان انتهاء المرحلة النهائية للكرسي الكرسي جاهز دلوقتي هنبدأ بالانتاج الكمي هنبدأ بالتسويق ليه ان شاء الله يغطي قطعات كتيرة هنا في مصر فيه عدد كبير جدا هيبقى في احتياج لهذا الكرسي وبعد كده نبدأ في تسويق الكرسي ده في التصدير ولكن انا زي ما اقول حضرتك هو طموحات عبد الرحمن اكتر بكتير برضو مش هيبقى ده النهائي هو في دماغه حاجات كتيرة بإذن الله يبقى فيه نستغل كل المواهب والامكانيات اللي عنده ان على طول نواكب التكنولوجيا والتطور ونطوع كل الافقار اللي في دماغه ننفذها هنا عمليا رعاية المواهب المصرية هدف تبنته دولة بتوجهات رئاسية من خلال بيئة حضنة للمواهب والابتكارات لإحداث نقلة نوعية بكافة مناحي الحياة دشنت وزارة الشباب والرياضة مبادرة مصر بتجمع مليون كتاب تحت شعار باصي كتاب وذلك تحت رعاية ودعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبودي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء وانطلق من حرص الدولة المصرية على اثراء المعرفة وبناء الإنسان المصري ثقافيا وبدنيا شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وإحدى المؤسسات الثقافية والذي جابه عنوان مصر بتجمع مليون كتاب باصي كتاب نفكر زي نقدر نعمل حركة مجتمعية يبقى مشروع قومي زي مشروع الحفاء في يوم من الأيام كده نجد خلي الناس كلها تندمج جوه حالة من التنافس كل المحافظات علشان نقدر نجمع مليون كتاب ونبتدي نصنفهم ونطهرهم ونغلفهم ونوصلهم لناس محتاجة الكتاب بشكل أكتر من الناس يمكن الأرور في ظل المؤسسات التربوية الكبيرة اللي هي الأسرة ثم المدرسة واحنا بنشترك معاهم في المركز الشباب والنادي وفي ظل كمان المؤسسات التربوية الأخرى اللي هي بتطلع بعد كده للجمع وقبلها المدرسة وأيضا الكنيسة والمسكة تهدف فكرة المبادرة والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الثقافة إلى تجميع مليون كتاب على مدار تسعة أشهر من جميع أنحاء الجمهورية وفرزها وإعادة توزيعها لتحفيز الشباب على القراءة المبادرة ليها هدف طبعا أن احنا نرجع لزماننا الجميل زمن ما كان كل أجدادنا وأبهاتنا في إيده الكتاب وبيقرأ وبيحس الكل على أنه يقرأ والطفل الصغير في إيده قصة بتناسب سينه وبيقرأ منها المبادرة عبارة عن أنك إنت لو أنت عندك مجموعة كتب في بيتك خلاص أريتها وعرفتها وخلاص أنت بدل ما تحطها شكل في مكتبة إدهالنا هتوزع الكتب دي إحنا كمبادرة هنجمع الكتب دي من الناس اللي هي خلاص تغنع عن الكتاب دوت غيرك محتاجي إقراءة خطة طموحة تسعى فيها وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمهارات الشباب لسا فقط رياضيا بل في الجوانب المعرفية والثقافية لخلق جيل مثقف لتحقيق الرياضة الثقافية إقليميا وعالميا مصر بتجمع مليون كتاب باسك كتاب أكبر مشروع ثقافي وفكري تشهده الدولة المصرية في مبادرة جديدة تطلقها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة لتؤكد دائما على أن استراتيجية بناء الإنسان المصري فكريا وجسديا وبدنيا من داخل وزارة الشباب والرياضة عبد الحميد صقر ختام أخبار السابعة إليكم تذكيرا بأبرز عنوينها السيسي يشيد بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبلجيكا القوى الغربية وإيرانتني يتحدثان عن قرب التوصل للاتفاق في محادفات فيينا النووية حلف شمال الأقلسي يخطط لنشر قوات إضافية وصواريخ في شرق أوروبا ويكذب رواية روسيا بسحب قواتها نايل دوت إيجي فيه المزيد دوما من الأخبار والتفاصيل إلى اللقاء